الصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفى اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك من خير إلا وقد دلنا عليه وما ترك من شر إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم كانوا دايما يقولوا أن الإنسان بيشترك مع أي حد تاني على غير ملته في ميلاد واحد وهو ميلاده من بطن أمه لكن المؤمن يفترق عن الكافر في ميلاد كان السبب في الميلاد التاني دوت هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو ميلاد الإنسان من الكفر إلى الإسلام ومن المعصية إلى طاعة رب الأنام سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا أدينا دخلين على حبيبنا بكل أدب وهدوء وسكينة والنبي كان في استقبالنا صلى الله عليه وسلم وشه أجمل وأضوأ من القمر ومن الشمس صلى الله عليه وسلم لأينا قاعد مع بعض الصحابة بيعلمهم حاجة من العبادة أو نوع من العبادة لا يلتفت إليها كثير من الناس وهي من أجل وأعظم وأفضل القربات والطاعات لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى حديث جميل أوي أوي النبي بيعلمه للصحابة وللأمة كلها والحديث رواد طبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيأصل معنى المواساة ومعنى الحب في الله ومعنى إحساس الإنسان بألام الغير من خلال عشر جمل متجمعة في حديث الحديث ده ينبغي أنه ينقش على الصدور بماء الذهب يقول صلى الله عليه وسلم مركز معي في العشر جمل اللي في غاية الروعة اللي بتأسس فعلا حقوق الإنسان من أجمل ومن أروع ما يخطر على قلب بشر قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم هذه أول جملة وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم رقم ثلاثة أو تكشف عنه كربة رقم أربعة أو تقضي عنه دينا رقم خمسة أو تسد له وجوعا رقم ستة ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا رقم سبعة ومن كف غضبه ستر الله عورته رقم تمانية ومن كذم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضى ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ورقم تسعة ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام يعني على الصلاة رقم عشرة بيختم البوطقة الجميلة من هذا التعامل الإنسان الراقي الجميل بيقول ومن خب بالك بقى بيقول لك وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل الله كأن النبي بيقول لك شفت الخير اللي أنا ذكرته ده كله لو إنك أنت أفسدت الخير دوت بالمن وإن أنت تقعد تأذي الناس بأن أنت تقول له أنا عملت معاك وأنا أكرمتك وأنا السبب في اللي أنت فيه يبقى أنت أفسدت كل حاجة كما يفسد الخل العسل لو تحطت الخل على العسل ضاع العسل فأوعد ضيع العسل ده كله بالخل اللي هو المن النبي أصل حقوق الإنسان في هذا الحديث النبي أصل التراحم ما بين الناس في هذا الحديث ولذلك موضوع اللي لا دي هو النبي ونعمة المواساة مفيش أجمل من إحساس الإنسان بآلام الغير كتير من المسلمين بل أكثر المسلمين ما شاء الله عندهم اهتمام جميل جدا ورائع بالعبادة شكرا